اشتركوا في القناة تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد كان الموضوع الاساسي الذي تطرقنا اليه منذ اسابيع هو الحديث عن الصلاة باعتبارها الركن الاول من اركان الاسلام وتناولنا في الحديث عنها جميع ما يتعلق باحكام الصلاة وصلاة الجماعة والحث على ادائها في وقتها وكان اخر حصة تناولنا فيها الحديث عن صلاة الجمعة بعد اتمام الحديث عن الصلاوات المفروضة بجميع انواعها فاننا ننتقل اليوم للحديث على نوع اخر من انواع الصلاة وهي صلاة النوافل وقبل الحديث عن دخول في الحديث وقبل الدخول في الحديث عن النوافل يجدر بناء نقدم مقدمة نتبين من خلالها فضل صلاة النوافل واهميتها في تنوير القلوب وفي تنوير البيوت وفي اشاعة السلامة والسعادة والتقوى في سائر المجتمعات الاسلامية وبالاخص في البيوت التي يسكنون فيها وقبل هذا ايضا لا بد من الاشارة الى ان حينما تناولنا او التزمنا بالحديث عن احكام الصلاة بجميع انواح واقسامها واليوم بعد الحديث ايضا عن صلاة النوافل قد يسأل سائل فيقول لماذا الالتزام كل هذا الالتزام بالحديث على هذا الموضوع اولا باعتبار ان الصلاة هي الركن الاساسي في الاسلام وانها الفارق بين الكفر والايمان وعلى اساس ان اول ما يحاسب عليه المرء في الاسلام في الاخرة هو صلاته وعلى اساس ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا حسنت صلاة المرء حسن سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله فالصلاة تحتل مكانة عظيمة في الاسلام ومن اجل هذا ابتدأنا الحديث عنها وتراولنا جميع تفاصيلها فيما يتعلق بفرائضها والامر الثاني هو انه لا يخف علينا جميعا ان مجمعنا تونسي يشكو حاله من الفوضى في الفتوى ومن الاضطراب في الفتوى ومن عدم الالتزام بحكم واحد او بمذهب واحد في الفتوى فكل يفتي حسب مذهب وحسب وربما ينتقل في الفتوى من مذهب الى مذهب ويتخير من المذهب ما يراه مناسبا له وصالحا له في حين ان كما اثبت الامام الشاط بان الانتقال من مذهب الى مذهب في الفتوى هو ضرب من ذروب اتباع الهوى في الشريعة الاسلامية ولذلك من خلال هالدروس هذي ينحاول ان نجمع كلمة التونسيين على مذهبهم المعتمد في بلادهم منذ 1400 عام وهو مذهب الامام مالك مذهب امام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه حتى نقلل ما يمكن من الاختلاف ومن التشتت في الاراء ومن الاضطراب في الفتوى ايها الاخوة قبل ما نتقل في الحديث عن عن النوافل لابد من القول بان بان الصلاة بصفة عامة سواء كانت نافلة او كانت فريضة وفي الفريضة سبق لنا القول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى انه من لازم ومن صار الى المساجد في الظلمات ويعني بالظلمات صلاة الصبح وصلاة العشاء هذايا الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالنور التام يوم القيامة وليس هناك افضل عند المؤمن وهذا كما قالوا لا يدرك الشوق الا من يكبده ولا الصبابة الا من يعانيها ليس هناك افضل ولا احسن ولا انفذ الى قلب المؤمن ولا انفع في التقوى من هذا النور الذي يجليه المولى سبحانه وتعالى على القلوب وعلى الصدور وعلى الارواح فتجد المؤمن تجده حسن الحالة مبتسما تجده لا اضطراب ولا قلق فهذا النور نحن احوج ما نكون اليه في الدنيا واحوج ما نكون اليه في الاخرة فمن اراد ان ينور قلبه ويذيء صدره ويمشي في نور ويغتس في نور فعليه بملازمة الصلوات في الظلام سير اليه ما يا صلاة الصبح وصلاة العشاء والنوافل لا تقل قيمة عن اضاءة القلوب واضاءة التريق واضاءة الصدور واضفاء الشرح الصدري على المؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بشر المشعين في الظلمات بنور التام ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته نور يعني صلاة النوافل التي تصليها في بيتك وقراءة القرآن الذي تتله في بيتك وذكر الله التي تقوم به وتوقعه في بيتك هذا نور في بيتك ولذلك يقول النبي فمن أراد أن ينور بيته فمن شاء أن ينور بيته فماذا عليه فماذا أن يلازم في بيته قراءة القرآن وذكر الله وصلاة النوافل وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما معنى قبور أي لا يقرأ فيها قرآن ولا يتل فيها ولا يذكر فيها اسم الله ولا يتصل فيها النوافل فهذا بيت كما قال الرسول أيضا هذا بيت خارب فالبيت الخارب هو مش خراب في بناءه هو تلقاه من أعلى تراث في بناءه من أفره البنايات ولكنه تلقاه من حيث محتواه بيت خارب لا تقوى ولا ذكر ولا تسبيع ولا تكبير ولا تهليل ولا ذكر ولا تلاوة ولا شيء من هذا هذا هو البيت الخارب ويقول صلى الله عليه وسلم ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل ما زال العبد يكثر من النوافل وكلما أكثر يزداد قربا من الله وكلما اقترب أكثر من الله أحبه الله وأي منقبه وأي درجة أعظم أن يكون الإنسان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ثم يضيف الرسول إلى هذا فمن أحببته في الحديث من أحبه الله أشتكون النتيجة قل كنت عينه الذي يرى بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها معناها يصبح محاط بهالة من التقوى من الاريحية من النور من الاستقامة من التفريق بين الحق والباطل ويصبح ولله المثل الأعلى وكأنه إله صغير يسير في الأرض فهو يمشي برجلين من الله وبيدين من الله وبنور من الله سبحانه وتعالى هذا كناية على أن الإنسان يكون معناها ملازم لحدود الله مفرق بين الحق والباطل مميز بين الشر والخير معناها يكون على الطريق السليم وعلى الطريق الصحيح هذا الذي يوصل إليه هو أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وما زلت تزداد وتزداد وتزداد حتى تكون معناها تمشي برجل الله وتبطش بيد الله وترى بعين الله وتسمع بأذن الله وتفعل كل شيء بإذن من الله سبحانه وتعالى ورأوه هذا مش هذا نقض به معناها تجسيم المولى ولا الصورة الذاتية أو الصورة المادية وإنما هو كناية على الاستقامة كما قال ربي في القرآن ومن يتقل الله يجعل له نورا ومن يتقل الله يجعل له فرقانا شنو الفرقان معناها معناها يمتلك الإنسان نور ويمتلك معرفة بالله حتى يصير معناها موفقا في التفريق بين الحق والباطل وأصعب الأمور اليوم هو أن تتشابه على الإنسان الطرق والمسالب والمسالك ويصير في طريق فيخطئ ويرجع إلى الطريق الآخر هذا الذي يرى بنور الله وبعين الله هذا يربي يجعل له فرقان يجعل له قدرة على التمييز وطاقة على التفريق بينما هو حق وبينما هو باطل والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أحد الصحابة بات عنده وقام مع رسول الله عند قيامه لصلاة الليل بعد أن أتم الصلاة توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يقتنموا فرصة وجودهم مع الرسول ليتوجهوا إليه بالأسئلة فقال له يا رسول الله هل تدلني على أمر يدخلوني الجنة فماذا أجابه الرسول إذا كانت تحب أن تسهلك طريقك إلى الجنة نعم ماذا تصنع قالوا فأكثر من السجود في الليل أعني على نفسك بالسجود أعوني على روحك باش بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى أي أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك من الفضائل والنوافل والأعمال الصالحة فإن رسول الله بذلك يضمن لك الجنة كما جاء وحدا أخل لرسول الله قالوا يا رسول الله هل تضمن لي الجنة تضمن ليش الجنة يا رسول الله قالوا نضمن لك لكن إذا كان ضمنت لأنت أمرين الأمر الأول أنك تحتاط وتراقب لسانك وما تطلع منه إلا ما ينفع والأمر الثاني أن تحرص على أن تحفظ نفسك ما بين فخضيك يعني من الزنا فإذا كان الإنسان حافظ على تقوى الله وعلى فعل الخير وعلى حفظ لسانه وعلى حفظ فرجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة وخاصة إذا كان ممن يكثر ويلازم السجود في الليل واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين وإحنا قلنا أفضل ما يتحصر عليه الإنسان من النوافل هو النور هاو ربش يقول في وصف المؤمنين بعد ما تحقق فيهم هذا المعنى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقفل لنا المسلم من كثرة تقواه وخشية الله والحرص على أداء فرائضه ونوافله رب سبحانه وتعالى يعطيه نور نور في قلبه ونورا في وجهه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم مغفرة وأجرا عظيما فيا من تريد أن تنور قلبك وتضيء صدرك وتنير بيتك وتنير قبرك وتنير آخرتك فحافظ على صلواتك وحافظ على نوافلك وأكثر من النافلة في بيتك والنافلة هنا نقصد بيها أعم من نفلة الصلاة بل كما قلت القرآن وخاصة القرآن معناها رسول الله يشتكي من يوم القيامة ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فلا تهجروا القرآن عمروا بيوتكم بتلاوة القرآن والإصماع إلى القرآن رب سبحانه وتعالى ينوركم وينور بيوتكم وينور لكم مقلوبكم ويجعل لكم من هم من كل هم من فرجة ومن كل أزمة ومن مرض مخرجة معناها ويعطيكم الفرقان اللي تمشيوا به وتهتدوا به وتسيروا في طريقكم وأنتم آمنون مطمئنون ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب واسمع إلى قوله أيضا تعالى في وصف المؤمن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات كل ما رب يذكر المؤمن ذكر معه المؤمنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إنعم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يا من كان حظك في الدنيا كما قلت أبشر بجنات يوم القيامة تجري من تحتها الأنهار أيها الأخوة بعد هذه المقدمة ندخل للحديث عن النوافل النافلة في تعريفها هي كل ما زاد على الشيء نفلة القول معناها الزيادة على القول والنافلة في المفهوم في الاستلاح الشرعي هي كل صلاة غير مكتوبة ما زاد عن الصلوات المكتوبة الخمس هي تعتبر نافلة ما عد الصلوات الخمس هي نافلة والنوافل يقسموها العلماء إلى ثلاثة أقسام سنة مؤكدة كصلاة العيدين وكصلاة الاستسقاء وكصلاة الكشوف وصلاة الخشوف وكذلك أيضا رغيبة الفجر صلاة الفجر هي من السنن المؤكدة وسنة الفجر أيضا وتسمى رغيبة وسنة الوتر كذلك سنة مؤكدة هذه السنن هي سنن مؤكدة وهذا هو النوع من النوافل النوع الثاني من النوافل هي النوافل المؤكدة يعني تأتي في مرتبة أقل من السنة وهي مثل تحية المسجد مثل صلاة الظحاء ومثل الترويح ومثل الشفاء وعندنا قسم ثالث من النوافل وهي الرواتب وهي التي لم يذكر لها اسم وتكون مقترنة بالصلوات إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة وبينونا العلماء أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نذكره إن شاء الله كما تحثوا على الرواتب وعيوض أني مش نأخذ هذه النوافل نافلة نافلة بجميع أقسامها لأن هذا ربما يطور وكذلك يصب على المستمع أن يستوعب كل ما جاء من الأحكام في هذه الأنواع لذلك اخترت باش يكون التطرق إلى أحكام كل نافلة من النوافل وصفة كل نافلة من النوافل في ضمن حوار يدور بيني وبين إخوتي من دار الإفتاء ويكون هذا أيسر وأسهل على السامع وأكثر فمتي دخولا إلى ذهنه وأكثر تحققا منه لذلك نحيل الكلمة إلى الإخوة المصاحبين للسؤال على كل ما يدور حول النوافل سمحت الشيخ ونحن نتحدث عن النوافل وأهميتها في حياة الأفراد وفي إنارة قلوبهم وفي قربهم من الله عز وجل هل من يسمع أذان الفجر هل يعتبر أذان الفجر هو وقت الصبح تماما أم ثم تفارق بينهما بالنسبة كيف نقول صلاة الفجر نقول بعد طلوع الصبح طلوع الفجر السادق قبل طلوع الفجر السادق لا تصلى صلاة الفجر وبالتالي فللناس عادات في الأذان وهناك من يؤذن أذانا واحد وهناك من يؤذن مرتين المهم أنه ما نقوم بصلاة بنافلة الفجر إلا بعد تأكدي من دخول الفجر السادق سمحت مفتي برك الله فيك فيما بيّنت إنسان صلى في بيت الفجر وخرج إلى المسجد في صلاة الجماعة لما يصلي المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ إذا صلى عندنا والمشهور إذا صلى في بيته الفجر ودخل المسجد فلا يصلي نافلة أخرى بعد صلاة الفجر حتى يصلي صلاة الصبح فإذا صلى الصبح وأشرقت وطلعت الشمس فله بعد ذلك أن يصلي ما شاء من النوافل اتصالا بحديثنا عن رغيبة الفجر التي هي سنة مؤكدة كما بيّنت سؤالي سمحت الشيخ حول صورة معينة رجل خرج من بيته ولم يصلي الفجر ربما ذاق عليه الوقت يريد أن يدرك الصبح جماعة فعندما دخل المسجد وجد أن الجماعة قامت الواجب أن يدخل في الصف هذا تحدثنا في حصص فارطة السؤال صلى الصبح هل يأتي بعد الصبح مباشرة يدرك صلاة الفجر أم ينتظر إلى طلوع الشمس كما نص بعض الفقهة على ذلك هناك قول ولكنه ضعيف وهذا قول بشئة احتاط من أن يقول لك تصلى له أن يصلي صلاة الفجر بعد صلاة الفريضة بعد صلاة الصبح في جماعة ولكن هذا قول ضعيف وغير معتد به ولا بد أن ينتظر حتى تشرق الشمس وعندها تحل له نفلة فيصلي الفجر والفجر يقضى حتى إلى الزوال إلى منتصف النهار معنى إذا فاتت نصف النهار يعني خرج وقت وقت صنة الفجر من سمع أذان الفجر فصل في بيته هل له سيدي أن ينتظر وقتا معين ليفصل بين صلاة الفجر وصلاة الصبح أم أنه يجوز له بعد صلاة الفجر أن يباشر صلاة الصبح مباشرة له إذا صلى قبل دخول وقت الصبح صلى الفجر صلى الفجر في بيته أو في مسجد أو في أي مكان وهو فذل وهو فذل فإذا له أن يصلي ذلك قبل صلاة الصبح لا شيء عليه يعني الانتظار بين صلاة الفجر وبين صلاة الصبح لا ليس هناك في بيته صلى في بيته مرأة سمعت أذان الفجر فصلت صلاة الفجر أي حية هل لها أن تفصل بين الفجر والصبح أم أنها مباشرة بعد صلاتها للفجر يمكنها أن تأتي بالصبح إذا دخل وقت الصبح لا فلا معنى علىها من أن تصلي بعد الفجر صلاة الصبح إذن لا يمكنها أن تنتظر يمكن أن تصلي مباشرة إذا كرح معنى ما هي وقت كراها بالنسبة للنوافل هذا ليس وقت كراها إذا صلت الفجر فأمتي ثم بعد ذلك مباشرة دخلت في صلاة الصبح فمشى موجب شرعي للتفريق بين صلاة الفجر وبين صلاة الصبح في الوقت الانتظار لا يكون إلا في المسجد لانتظار الجماعة هذاك في صلوات الجماعة إنسان ينتظر في جماعة فهمت لذلك فالمؤذن يؤذن ويترك وقتا معين عشر تقايق أو كذا حتى لأن الأذان هو حكمته هو جماعة تدعو جماعة هو جماعة تدعو جماعة وأعلام الناس بدخل الوقت لذلك وقت اللي معناه يأذن ينتظر حتى يحضر الناس وتتجمع الجماعة ويقومون بأداء صلاة سمحت شيخ من صلاة صلاة الضحاء التي ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعلها وبين أفضلها الكبير متى يبدأ وقت وهو متى ينتهي هذا الوقت بالنسبة إلى صلاة الضحاء صلاة الضحاء أروا فيها حديث عظيم نعم أولا يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل على كل مسلم في كل يوم معناه صدق على كل سلامة من بدنه صدقه كل قطعة عظم من جسمه عليها صدقه ويميت الأذى ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذه كلها صدقات لابد أن يقدمها الإنسان ولكن رسول بعد ما ذكر كل هذا قال ويستطيع أن يعيذ الإنسان عن هذا كله بصلاة الضحاء سبحان الله معناه فصلاة الضحاء هذه تعوذ المؤمنة كل ما كان مطلوبا منه من أعمال الخير في يومه تلك فهذا بيان للفضل وليس معناه هذا أنه إذا صلينا الضحاء لنفعل مثل هذه الأعمال فهذه أعمال مطلوبة في كل وقت باعتبار أنها خدمة للإنسان وإعانة للإنسان ورب سبحانه وتعالى حث على الإعانة وتقديم الخدمة إلى آخرها فهذا من باب بيان فضل هذه الصلاة قلنا إذا صلى في وقتها متى تبدأ ومتى تنتهي بالنسبة لصلاة الضحاء صلاة الضحاء تصلى بعد الشروق بحوالي أربعة دراش بقدر ما يقرأ أربعين عشرين دقيقة عشرين دقيقة عشرين دقيقة أربعة دراش هذه بقدر ما يقرأ حوالي أربعين آية من القرآن الكريم عندها تبتدي صلاة الضحاء وتنتهي إلى منتصف اليوم إلى الزواء منتصف النهار في تحيط المسجد يسأل بعض الناس يعني دخل رجل أو مرأة المسجد نسيت أو نسي أن يصلي تحيط المسجد فجلس مباشرة هل له إذا ذكرها أن يأتي بها؟ إذا ذكرها أو ذكره إذا دخل الإنسان إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم على كل داخل المسجد حق مباشرة بمجرد دخوله لكنه النسي وجلس فهل عليه أن يقوم ويؤديها؟ فما لقال وهذا قول بعيف لا يقوم إلى صلاتها ولكن المشهور والمدعم بحديث أبي ذر أنه حينما جلس قال له رسول الله هل صليت تحية المسجد؟ هل قمت بالواجب نحو المسجد؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين تحية للمسجد ولذلك من جلس ناسيا لا تسقط عنه سنية لا تحية المسجد بل عليه أن يقف وأن يأتي بصلاة تحية المسجد سبحة الشيخ هل في النوافل قضاء؟ هل تقضى النوافل؟ كغيرها من صلوات المفروضة؟ القضاء لا يكون إلا بالنسبة للواجبات و للفرائض نحن بالنسبة نعم تفضل ما تفضل ما ساهم ونحن في حديثنا عن النوافل نعم يوم الجمعة وخاصة أغلب المصلين يحرصون على أهمية هذا اليوم في أداء النوافل نعم فالإمام خارج قاصد إلى المحراب أو قاصد إلى المنبر والناس يتنفلون والإمام على المنبر والناس يتنفلون والإمام يخطب والناس يتنفلون ما حكم الشرع في هذه النوافل؟ والله يا أنا مما يؤلمني هو أن أغلب الناس مع أنهم مالكية ويتمسكون بمالكيتهم ويتحمسون للانتساب إلى هذا المذهب ولكنهم مع ذلك اختلط عندهم الحابل بالنابل وشفهت عليهم النفق بالحضانة وأصبحوا يقلدون ولا يدرون هذا الذي يصلي هل هو على مذهب مالك أهو على مذهب الحنابل أو كذا مذهبنا المالكي يقول بأن الإمام إذا كان يطلع على المنبر فإن جميع النوافل تحرم مش فقط تكره تحرموا النوافل لهذا اللي صرع بيه سيد خليل في المختصر متاعه ولذلك إذا كان يعني قبل ما يطلع الإمام لا لكل داخل المسجد يعني يصلي ركعتين وأما إذا خرج الإمام أو الداخل وجد الإمام قد خرج والجلس على المنبر أو شرع في الخطبة فإن عليه الاستماع إلى الخطبة وليس عليه صلاة تحية المسجد للإنصات للقيام بيواجب الإنصات المأمور به ولهذا هل نتحول بالمندوب إلى نعم من اعتمد على حديث سليك الغطفاني نعم وأنه حين دخل المسجد والرسول يخطب قال له معنى ها قم فاركع قم فاركع فقام وركع تمسكوا بهذا وثبتوا عليه ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من دخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب دخل على رسول الله وهو يخطب في المسجد فتخطى الرقاب فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس قال له أجلس فقد آذيت وآنيت يعني أذيت الناس بتخطيك الرقاب طعم فهل قال له أركع كما قال لسليك لم يقل له أركع إنما قال له أجلس وعند بعض العلماء هذا الحديث ناسخ للحديث الأول وأبو بكر بالعربي قال حتى ولو نعتبر أن نسخ في هذا الموضوع قال لك فإن عندنا حديثان متعارضان أحدهما معارض لنافلة وآخر معارض لوجوب الإنصات لأن قم فصلي هذايا واركع ركع هذايا فيه بيان لفعل من دوب وهو تعييط المزل ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يبين فيه أنه من لغى ومن تكلم ومن فعل أي فعل عند خطبة الجمعة فصلاته باطلة ورب سبحانه وتعالى يقول يعني فانصتو الحديث الرسول يقول فانصتو فإن رسول أوجب الإنصات فالخط وإن كان انصح ولم ينصح فإنه في الأول قال قم فالقيام في الأول للنافلة والأمر في قوله أنصت هو لوجوب الإنصات وإذا تعارض حكماني أحدهما لطلب مندوب والآخر لطلب واجب فإن السنة الطالبة للواجب مقدمة على السنة الطالبة للمندوب وهذا شكر يليته يعلم ويعرف ويدرس بارك الله فيك في هذا الجواب طيب ثم يقال سيدي أن الحديث هو حديث خاص بسوليك في وضع خاص لبيان رثة ثيابي وحال حتى يعطيه الناس من الصدقات هذا ما يقال على كل حال هذا يضرب من التأويل نوع من التأويل ضرب من ظلوب التأويل ولا أجد في إحنا عننا التأويل هو الخروج بظهر اللفظ باللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لكن نحن عندنا إذا دار اللفظ بين الظاهر وبين التأويل فحمله على الظاهر أو لا إلا إذا كان حمله على الظاهر فيه فيه حرج وفيه وفيه محال أو فيه كذا وقتا ننتقل إلى البحث عن التأويل ولابد للمؤول من دليل من خرج اللفظ عن 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 دلالتها الظاهرية اللفظية إلى لداء إلى دلالة الأخرى إلا إذا كان القينة مسوخ والقينة علامة والقينة قرينة والقينة دليل وليس في هذا دليل كونه قال له رسول الله صلي حتى يراه الناس ويراه في إثياب الرسول لم يكن شيء يتصرف كمان كان يحتاط في قضية المحافظة على قيمة الناس وعلى هيبتهم وعلى نفسياتهم يوقفوا ويقول للناس زعمت فرجوا فيه باش تعطيوه هذا يا أمر ونحن عنا في اللغة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فحملوا على الحقيقة أو لا إلا إذا كان هناك مانع من الموانع يمنع من حمله على حقيقته وظاهره ويقول العلماء لابد أيضا من قارينة مانع من حملي على المعنى الحقيقي وعن قارينة أخرى بيننا العلاقة بين المعنى المجازي كذلك بالنسبة تحية المجد بهذا نفهم أنه في أوقات هناك أوقات كرهة وثم أوقات الحرمة فلن نصليها في هذه الأوقات تحية المجد والله إحنا عنا أوقات حرمة وأوقات كراهة بالنسبة لأوقات الحرمة هي عند شرق الشمس وعند غروبها وعند انتصاب الشمس في كبد السماء هذه أوقات حرمة وعن أوقات كراهة من صلاة العصر إلى ما بعد صلاة المغرب ولذلك نقول لإخواننا اللي صليوا النافلة بعد الأذان لصلاة المغرب فإنكم خالفت مذهب إمامكم وأن الواجب عليكم أن تنتظروا الصلاة وتصلوا بعد النافلة أن تصلوها بعد صلاة المغرب فلا تحلوا النافلة عند بعد الأذان فما حديثي قل فيه رسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين مع صلاة ولكن هذا مستثنى منه أوقات الكراهة وهو وبالأخص في وقت النداء إلى صلاة المغرب لا تصلى بعده النافلة حتى يصلي المغرب بارك الله فيك نعم في مذهب إيناء نعم 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 من البداية نقول نحن نحب نأصلوا لمذهب إيناء ونرجعوا بالناس إلى معرفة مذهبهم حتى يتبقوا في حياتهم نعم وما يتبعوش هكذا كالبغوات نعم الحديث في تحيط المسجد مفيد جدا هل هناك حكم خاص في تحيط المسجد إذا كان الأمر في المسجد الحرام بالنسبة للمسجد الحرام صلاة تحيته هي الطواف به سبع أشواط وخاصة أن هذا الطواف الطواف يعقبه ماذا صلاة ورسلات صلاة وركعتين إذن فقد تحقق التحيته بأمرين أثنين أولا بالطواف وثانيا بصلاة الركعتين وفي المسجد النبوي في المسجد النبوي كبقية المساجد لابد عند الدخول من صلاة تحية المسجد ركعتين ثم بعد ذلك ولابد أن تكون قبل قبل تتوجه إلى قبل رسول وتسلم عليه تصلي الركعتين تحية للمسجد النبوي ثم تتوجه بعد ذلك إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برك الله فيك في رمضان تعودنا صلاة الترويح وهي التي يقبل عليها الناس وسميت الترويح لأن فيها استراحة ما حكم التسبيح بين كل أربع ركعات أولا باللسف للصلاة الترويح هذه سميت بترويح لأن بعد صلاة كل أربع ركعات يستريح المصلي ثم يعود مرة أخرى إلى صلاة بين كل أربع ركعات استراحة لذلك سميت صلاة الترويح أصل مشروعية هذه الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثة ليالي صلاة الترويح فلما رأى أن الناس قد كثروا في هذه الصلاة تخلف بعدها عن حضور وبقي يصليها في بيته سئل رسول الله لماذا؟ قال خشيت أن تفرض عليكم تلتزموا بها حتى معناها تولي مفروض عليكم وفي هذا مشقة للمسلم هذا تلاحظوا معنا ساعة أفاق الإسلام الرحب وكيف أنه يرعي ظروف الإنسان ويرعي حالاته ويرعي عمله ويرعي أشغاله لذلك معناه اكتفى الرسول بثلاثة ليالي ثم دخل إلى بيته يصليها وامتنع عن أدايا في جماعة يعني كان يصلي الرسول في جماعة واستمر الأمر هكذا من تلك الحال معناها إلى أيام عمر بن خطاب يعني في بقيت أيام الرسول وفي أيام أبي بكر الصديق كان الناس يصلونها معناها فرادة كما قالوا كما جاء في النص ويصلونها جماعة معناها فرادة وجماعة ولا إلزامة لا بهذا ولا بهذا حتى جاءت خلافة عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو ما هو في ساعة الأفاق وفي بعد النظر وفي ملاحظة النتائج والمآلات آه ماذا فعلا جماعهم على إمام واحد وكان أول إمام كالفه عمر بن خطاب لصلاة أبي بن كعب مع صاحبين آخر وبدأت صلاة الترويح تصلى في المسجد جماعة بإمام واحد نرجع للإستيراح نأتي إلى الإستيراح تسبيح قالوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أحد عشر ركعة صلى أحدش ركعة في حياته صلى الله عليه وسلم ولكن كان يطيل الركعة عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو كما قلت ما هو في إدراك عنها ما يحيط بالمؤمن وما من ظروف ومن كذا جعلها ثلاثة وعشرين ركعة حولها إلى ثلاثة وعشرين ركعة ولكن قصر في مدة القراءة كان صلى الله عليه وسلم يطيل قصر هو وعوض أن تكون أحداش رجحها ثلاثة وعشرين ركعة وكتب الفقه الملكية والشيخ الشنجيطي في العرف الناشر في شرح متن بن عاشر يعلق يقول ولا ينبغي لأحد أن ينكر على المسلمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن هذا فعل عمر بن الخطاب وإذا كان أنكرنا عليه هذا الفعل فلا ننكرنا عليه قبل ذلك جمعه الناس على إمام واحد فإذا كان قبلنا عليه واستحسننا منه هالأمر هذا وهو جمع الناس على إمام واحد لتوحيد الأمة والتوحيد مظاهر المسلمين فلنقبل عنه بالأولى والأحرى نقبل عنه تحويلها إلى ثلاثة وعشرين ركعة ولا مجالة فهناك سعي إلى أن تصلى 11 ركعة باعتبار إرجاح إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم لستم أنتم أقرب ولا أكثر عملا بسنة رسول الله من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن صحابته ومن صحابته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر وكان يقول في كل ما يقول قالوا ينقل عليه أنه يقول جاء رسول الله وقال يسمي أبا بكر ثم يثني بعد ذلك بعمر ما ذكر أبو بكر إلا واقترن اسمه بعمر الخطاب هذا عمر هو الذي جعلت 23 نحن أتقى منه أكثر نقاء أكثر محبة لرسول الله أكثر عزازا بالإسلام حتى نينفمتي نجنبه سنته وفعله ونحاوله نحن نخالفوها ونغيروها ونرجعو بيها ثم بالنسبة هو ثم سميت بالتراويح الاستراحة الموجودة بين كل أربعة ركعة يعني قبل بعد ما يكمل الأربعة وقبل أن ينتقل إلى الأربعة الثانية يستريحوا هكذا ورد في الحديث أنه كانت هناك استراحة اليوم غالب مساجد البلاد وهذا خلطت عليها أنا من حتيالي كأن عمري عشر سنين في المساجد متاعنا أنه كل فاصلة هذيك وكل راحة اللي يعملوها بين كل ركعة وركعة كل أربعة بين كل أربعة ركعات هذه يفصلوها بماذا سبحان الله بذكر جماعي نعم وهالذكر الجماعي يا له من ذكر ينشط نعم ويحرك نعم ويجمع ويشغل الناس حتى عن الحديث ويغذي الروح ماذا اليوم فما من يريده ابطاله بدعوة أنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خيوة كل ما خالفه فعل رسوله سنة الرسول فهو حرام خبل المصلحة المرسلة التي تقوم عليها أغلب الأحكام الشرعية الجديدة هذه مخالفة للشرحة هذه بدعة هذه حرام حيث يلزم المسلم يكون عنده بعد نظر عنده سماحة عنده أريحية عنده فهم صائب عنده نظرة بعيدة عنده معناها اعتبار للمآلات ولا يفتي هكذا فامت رعواني ولا يتكلم بدون فهم ولا بدون علم لأن كيف مرينا في حديث العلم أن فامت الإنسان اللي يعبد ربي يعبد الله تعالى بغير علم قال علماؤنا ما يفسد أكثر مما يصلح وقد يتحول الاستراحة إلى لغوة إلى حديث ثلائي إلى حديث دنيا ويشغل الناس عن اللغو فالأفضل والذكر فالأفضل والذكر نعم السيد من دخل المسجد وشرع في صلاة تحية المسجد شرع في تحية المسجد ولكن في تلك اللحظة وقيمة صلاة الفريضة وصل ركعة هل يقطع هذه الصلاة ويلتحق بالجماعة في كل النوافل إذا دخل في نافلة وقيمة الصلاة نعم فهمت إذا لم تعقد الركعة الأولى بالركوع نعم فليقتحها وليدخل في فريضة لأن الصلاة للحاضرة وأما إذا كان أتم الركعة وانعقدت الركعة الأولى فليخفف الركعة الثانية ولو بفاتحة فقط ليدخل بعد ذلك مع الجماعة بارك الله فيك مشهد صلاة ترويح في بلادنا وفي البلاد العربية والإسلامية مشهد عجيب جدا عندما نلاحظ سمحت الشيخ نيسى ورجال وصغار وكبار وهذه الزحمة في المساجد ونحن نحمد الله على ذلك في بعض الحالات تتساءل نقول هذه الرغبة العجيبة جدا في إدراك يعني بعض الناس يريدون أن لا يفوتوا حتى الركعة الأولى في حين أن الترويح هي نافلة وهل الجمع هذا نفقده فيما هو فريضة لا في صلاة الصبح المساجد في بعض الحالات تقاه فارغة أو شبه فارغة ولا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر في بعض الحالات نقول يليت يسحب هذا المشهد على ما هو فريضة أو لا مما هو نافلة رأيكم في هذه المسألة والله بالنسبة للمشهد الأول وهو الكثافة في حضور صلاة الترويح والحرص على الالتزام بها من أول ركعة إلى نهاية هذا ينحمده ونشكره ونؤيده وندعمه ونباركه ونقول لهم بارك الله فيكم لأنه عمل بر وعمل خير خاصة وأن من يحضر لصلاة الترويح غاية أغلب الناس في الترويح هي الاستماع للقرآن صحيح والثاني هو حرصهم على أن يستمعوا إلى القرآن كاملا بحيث معنا من مظاهر الاعتزاز عند المسلم أنه ما ترك ركعة وما غابت عنه قراءة آية من آيات القرآن في صلاة الترويح هذا كل شيء معناها الحمد لله مساجد تكتظ والحضور يزداد وما نشعر به ما نعرف شوه هو شعور حقيقي ولا بد أن يكون كذلك مكن الرحمة وكالضياء وكالنور بعض الناس يقولوا أنا لا أجد راحتي إلا عند دخولي للمسجد وخاصة في رمضان يشعر المسلم وخاصة في صلاة العشاء بأن هناك كان هناك ملائكة رفرف بجناحي نور نور على نور روحنيات روحنيات إلى أبعد حد فهمت هل جو هذايا الله لا يحرم منه كما يقول العامل الله لا يحرم منه مؤمن وإن شاء الله معناها كل إخوان يحاولوا يذوقوا هالمطعم اللذيذ هذا في حضو صلاة الترويح وصلاة العشاء في جماعة في شهر رمضان ولكن اللهموهم من جهة أخرى نقولولهم الأولى بنا نتوى إحنا مدابا حفظنا على على النافلة وهي صلاة الترويح فمن بابي أولى وأحرى أن نحافظ على الفرائض نحرص على النوافل لنكون أشد حرصا على الفرائض وخاصة الفريضة الصبح والعشاء اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي معناها بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يعني المشائين هم اللي يمشيوا إلى الجامع لأداء صلاة الصبح وصلاة العشاء في الظلام هذا هو الرسول بشرهم بالنور التام يوم لا نور إلا نوره ومن لم يجعل الله له نور في الدنيا فما له في الآخرة من نور من نور فحلص أيها المؤمنون على أن تعيشوا في حياة الدنيا نور الله ونور الإسلام ونور الإيمان واتقوى القلوب ولتعيشوا أيضا في الآخرة نور الجنة وضياء الجنة ونور المولى سبحانه وتعالى ونور الاجتماع بحبيبنا صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدية ولوالدكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلا اشتركوا في القناة